اشتركوا في القناة الهدف المنشود من هذا اليوم وهو جعل الرياضة أسلوب حياة للمواطنين والمقيمين على أرض البحرين وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بمناسبة اليوم الرياضي الوطني يعتبر اليوم الرياضي حدثا وطنيا هاما يحمل العديد من الأهداف النبي التي تتجاوز اليوم الرياضي لتصل إلى ما هو أبعد من ذلك في تعزيز مفهوم الهوية الوطنية بمعناها الحقيقي ويفتح المجال أمام الجميع لتقديم صورة حضارية نابعة من التلاحم والتناغم الموجود بين فئات المجتمع البحريني فضلا عن تبيان الترحيب بجميع الجنسيات على أرض البحرين وانصهارها في المجتمع محققة كل معاني التسامح والرفع وأضاف سموه تقدم مملكة البحرين العديد من المبادرات المهمة في مجالات الرياضة وتعزيز الصحة العامة من خلال جعل الرياضة أسلوب حياة يومي للمواطنين والمقيمين وإتاحة الفرصة أمام الجميع لتحفيز الذات من أجل الاهتمام بالرياضة ومارستها مما يشجع بشكل عام جميع العناصر المجتمعية على ممارسة الرياضة بمختلف محاورها موسيقى